أعلنت الشركة المشغلة لخط أنبيب الغاز نوردستريم 2 أنها قد بدأت تعبئة خط الأنبيب يذكر أن الخط يهدف لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا تحت مياه بحر البلطيق دون المرور بأراضي أوكرانيا وإثار المشروع انتقادات من واشنطن التي تعتبره سلاحا جيو سياسيا لموسكو ويأتي استكمال المشروع في وقت تواجه في أوروبا خفاضا في احتياطيات الغاز الطبيعي والارتفاعا في تكاليف الطاقة وتعتقد ألمانيا أن خط الأنبيب سيلعب دورا في تحولها بعيدا عن الفحم والطاقة النووية